السلام عليكم أهلا بكم في ميديكال ستوريز أو القناة عربية للميديكال ليمونيكس يلا بينا نبتدي بسم الله وموضوعنا النهاردة دسم ومهم جدا وهو الفرق ما بين النفريتك والنفروتيك سندروم وقبل ما نبدأ في القصة بتاعتنا محتاجين نلقي نظرة على الهيستو باثولوجي ودوة النفرون المكان اللي بيتكون فيه اليورين مسرح أحداث النفريتك والنفروتيك سندروم في مكان واحد وهو الرينا الكورباصل مكان التقاء الباومانز كابسول مع الجلوماريولار كابيلاريز جوه اليومن بتاع الجلوماريولار كابيلاريز بيعد البلد بكل محتوياته عشان يتفلطه الكابيلاريز دي متبطنة بإندوثيليال سيلز ومتحوطة ببيزمنت ميمبرين بيمنع نزول البلد سيلز في اليورين الكابيلاريز دي متحوطة من برة بإبيثيليال سيلز ليها برويكشنز اسمها بودوسايدز وديت وظيفتها الأساسية أنها تمنع نزول البروتينز في اليورين كده خلصنا الهستولوجي الطبيعية لندخل على الباثولوجي لو حصل الديستراكشن على مستوى البيزمنت ميمبرين وده خلى البلد سيلز تتصرب لليورين يبقى إحنا بنتكلم عن نفريتك سندروم تدمير البيزمنت ميمبرين في النفريتك سندروم بيكون ناتج عن إميون كومبليكس دي بوزيشن سواء تكون على البيزمنت ميمبرين أو جاي متكون جاهز من الدم أو عن طريق ريأكشن اسمه بوسي إميون ريأكشن وده بارشي ريأكشن بيعمل فوسكوليتس كده لما البيزمنت ميمبرين يتدمر ويفقد وظيفته هتنزل الاربسيز في اليورين وممكن ينزل معها وايد بيسيز وممكن ينزل معها كمان بروتين ولكن مش بالهيفينيس بتاع نفريتك سندروم طيب وإيه اللي بيحصل في النفريتك سندروم بيجي باثولوجيا يستهدف البودوسايتس بتاعة الابيسيليا السيلز الوظفتها الأساسية إنها تمنع البروتين ينزل في اليورين كده البروتين هيفقد بغزارة في اليورين أكتر من 3.5 جرام بير دي خاصة الألبومن وبيفقد إميونو جلوبيلنس فتضع في المناعة وأنتيكواجولانس فيبقى في استعداد عالي للجلطان هنا يدخل الليفر لتعويض الألبومن ومع تعويض الألبومن بيكون لايبو بروتين زي فالباشنط يخش فيه هايبرليبيديميا وليبيدوري دلوقتي هنرجع لعصر الفرعنة ونتعرف على شخصيتين الملكة نيفرتيتي والكاه النفرو زي ما تعويضنا محتاجين ننتبه لأن كل كلمة لها معنى الملكة نيفرتيتي كانت أم بمعنى الكلمة لولادها وشعبها كان المقربين منها يقولولها يامو بوسي وكانت ستة وطنية تفدي وطنها بالدم وزي أي أم بعد ما خلفت تخنت شوية وولادها جابو لها الضغط وهي أصلا ستة شارب وطبعها حامي وشربها المفضل كان الكولة وما تشربوش إلا في كاس كان آخرها في المطبخ تعمل إندون لكن بتعرف تعمل بيرجر كلاس A بمساعدة وصفتها سالي في الوقت ده كانوا بيعبدوا حاجات كتير فهي كانت بتؤمن بالجن والموب جن وقلنا موب جن بدل ما نقول مش جن عشان هنحتاجها قدام وكانت الملكة عندها خطة لإنقاذ الزراعة وعملت وزارة سمتها وزارة الفاس وعينت أكفأ مزارع وزير ليها كان اسمه الوزير حسب وفي عهدها الأمور كانت مستقرة والأحوال كانت جود أما في عهد الكاه النفرو فكان بيهرب خيرات البلاد بفترة وده لإنه فقد قلبه من زمان من أيام ما كان طفل بيلعب على شط النيل وكانت خين جدا بشكل مش طبيعي إلى جانب أنه كان دمه تقيل وبارد وغلس جدا وعاق الأمه ومشروب المفضل هو البيرة نقدر نقول عليه أنه كان ماجن وفاسق ودمر أخلاق جنوده ده كله هو إنسان زينا مبجن والحي وسالي شاهد على كل عميله وأنه ما عندهش دم ولو واجهته تلاقيه ضعيف ينفي ويعيط ويقول ده أنا ماشي بعليه ودي طباع الشخص الماليجنانت وصبري علينا فاتخلاص ودلوقتي هنمزج العلم بالفن ونفسر الكلام كانت أم بمعنى الكلمة كلمة أم هتفكرنا به اليميون كومبليكس وكلمة بمعنى هتفكرنا بالبيزمنت ميمرين اللي حصله ديستركش وأم بوسي هتفكرنا به البوسي إميون رياكشن تفضي بطنها بالدم ده عشان نفتكر أهم سعيد لنفريتيكس سندروم وهو الهيماتوريا تخنت شوية هتفكرنا به الإديمة وهي شوية لأنها أقال من بتحصل في النفريتيكس سندروم وبتبقى غالبا في الهانس والفيت والفيس الثلاثة هجابوا لها الضغط ده عشان نفتكر الهايبرتينشن وكده الثلاثة اللي بالأزرق دول هم الترياد بتوع النفريتيكس سندروم طبعا هحامي ده هيفكرنا بأن الأنصت بتاع النفريتيكس سندروم غالبا بيكون أكيوت وممكن يبقى كومبليكيتد بأكيوت رينال فيليار ولو كانت ديتيريوريشن في رينال فونكشن سريع جدا ده بنسميه رابيدلي بروكريسيف جوليمرين ونفريتيكس شو بالكولة في كاس الكولة هتفكرنا بالكولة كالر ديورين بسبب الهيماتوريا والكاس عشان الار بي سيز كاست المميز لنفريتيكس سندروم اللي مش موجود في النفريتيكس أما بتعمل اندومي فده عشان نفتكر أحد أسباب النفريتيكس سندروم وهو الصب أكيوت بكتيريال اندوكاردايتس أما البرجر كلاس اي عشان نفتكر بيه البرجرز ديزيز أو الاي جي اي نفروباثي ودوت السبب رقم واحد للهيماتوريا ورلد وايد ومن أهم أسباب النفريتيكس سندروم صفيتها سائلة عشان نفتكر أن السيستيميك لوباس ممكن يعمل النفريتيكس سندروم تؤمن بالجن عشان نفتكر ان الجولوميرون نفريتس بيعمل نفريتك سندروم وعلى رأسهم وأهمهم والمستكومن هو الأكيوت بوستو سريبتوكوكا الجولوميرون نفريتس والموب جن دي هنفتكر بيها الممبرون وبروليفرتف جولوميرون نفريتس وده مشترك ما بين النفريتك ونفروتك أما انقاذ الزراع لو لاحظنا هتلاقوه أنا كتبق انقاذ الزراع عشان نفتكر الانكا بوزيتف ووزارة الفاس باسكولايتس زي اي زي الفاغنر ديزيز والشيرج شتراوس والوزير حسبوه هنفتكر بي الهينوخشون لاين بيربرا أما الأحوال كانت جود ده عشان يفكرنا بسندروم اسمه الجود باسشار سندروم السندروم دوت هو رير سندروم أوتواميون بتطلع عنتيبوتس تضرب البيزمنت ممبرن في الكادني تعمل هيماتوريا ونفريتك سندروم وفي اللونج تعمل هيموبيتسيز وكده كل اللي بلون الأخضر دي أسباب نفريتك سندروم أما الكاه النفرو فهو نفريتك سندروم بيهرب خيارات البلد بافتراض عشان الهيفي بروتينوريا الكاركترستيك إنها بتبقى أكثر من 3.5 جرام بير دي وفقد ألبه يعني هايبو ألبومينيميا أما التخن اللي بزيادة فده عشان يفكرنا بالجنرالايست إديمة اللي اسمها أناساركا ولو طفل بيبقى اسمه إديمة السادشايلد وكون الندم متقيل ده هنفتكر بالهايبرليبيديميا والليبيدوريا وكذلك الهايبركواجيولابيليتي وكده اللي بلون الأزرق دول الكمبوننس بتوع نفروتك سندروم أما شرب البيرة ده هيفكرنا بشكل الرغاوي اللي هي بتبقى كاركترستيك لليورين المليان بروتين الطبيعي إن اليورين بيبقى فيه شوية رغاوي لكن اليورين بيبقى فروثي جدا في نفروتك سندروم وهو عقب أمه ورفع ضغطها عشان نفتكر إن السفير إكلامسيا والبري إكلامسيا هي أهم سبب للنفروتك سندروم أثناء البريجنانسي وكونوا بارد عشان النفروتك سندروم لها انسيديوس أونسد وموضوع منه هو طفل على شط النيل عشان في الأطفال أهم سبب للنفروتك سندروم هو المينيمال تشينج ديزيز اللي ليه اسمه تاني وهو نيل ديزيز أما كونوا ماجند عشان يفكرنا بالميمبرانس جولوميريون نفروتك سندروم في الأدلس وكلمة فسق بتفكرنا بالفوكل سيجمينتل جولوميريون السكليروزيس وده واتصاحب أسوأ بروغنوزيس في كل الأسباب ومفجن عشان الميمبرانيو بروليفرتك جولوميريون نفروتك اللي قلنا إن هو ممكن يعمل نفريتك أو نفروتك أما كونوا ضعيف عشان نفتكر إن البيشنت بيفقد الامينو جلوبلينز وبيبقى امينو كومبرمايز ومعرض الريبيتد انفكشن وهو غلص جدا عشان نفتكر طبيعة نفروتك سندروم في موضوع ريلابسس بعد التريتمينت وده غير النفريتك اللي بيبقى ليبقى ليبقى one attack أما ضمر أخلاق جنوده عشان دايما نفتكر الباثولوجي بتاع نفروتك سندروم مرتبط بتدمير البودوسايتس أما نسأل سالي على عميلود عشان systemic lupus والأميلودوس من الأسباب أما ما عندوش دم عشان نفتكر إن الديبيتس ممكن يعمل نفروتك سندروم ولو سألته هينفي ويعيط ويقول أنا ماشي بعلاج نمسكهم واحدة واحدة ينفي معناها إن فيه infection بتعمل نفروتك سندروم زي الهيباطايتس B والهيباطايتس C والHIV والمالاريا وممكن السيفلتس الهيباطايتس B بيعمل ممبر نسجنوري نفريتس والهيباطايتس C بيعمل الممبر نوبروليبرتف والHIV بيعمل الفوكل سيجمينتل والمالاريا هي أهم السبب للإنفيكشوس جولميرون نفريتس والدوار وبيعيط عشان نفتكر الكراي بليمينميا اللي بتبتدي بكراي أما ماشي بعلاج عشان نفتكر إن بعض الميديكيشنز ممكن تعمل نفروتك سندروم زي البينسلامين والجوم كونوا ماليجننت ده لإن الماليجنانس من الأسباب أما صبري نفت احنا عايزين كلمة صبري عشان نفتكر بيها الفابري ديزيز وده ليزوزومة للسطوريج ديزيز ده كل اللي مكتوب بالأخضر دي أسباب النفروتك سندروم يجي بقى للتريتمينت وبردو كل ديزيز هيبقى شبه صاحبه عندنا الستة نفرتيتة ستة كلاسيكية لما بستعرض لمشكلة بتشوف إيه هي الأسباب الأعراض والكومبليكيشنز وتبتدي تعالجها وده اللي بنعمله بالضبط في النفروتك سندروم لو النفريتك سندروم دخل في رابد لبروجريسف جولوميريون نفريتس ساعتها بنحتاج ندي ستيرويتس إميونو سابريسف تريتمينت وممكن بلازما فاريسس حسب الحالة أما الكاه النفرو فطريقته في حل المشاكل العشوائية فهنختصر التريتمين بتاع النفريتك سندروم في كلمتين كورتي البعبع وغلسته كورتي ده عشان يفكرنا بأن الفيرس لاين أوف تريتمينت لنفريتك سندروم هو الكورتيكوستيرويتس وغلسته عشان يفكرنا بتريتمينت بتاع الريلابسس طبعا أكيد لو فيه أعراض لو فيه كومبليكيشنز لو فيه أسباب المفروض أنها تتعالج لكن الأساس هو الكورتيكوستيرويتس لو استفدتم من الفيديو ياريت ما تنسوش المشاركة تحياتي لكم